شفت مرة انا اعطيها ازاي؟ طبعا مرة انا اعطيها باش المباراة دي السببارات اللي فاتت كلها مستوى ثابت ودي اهم حاجة يعني دايما اي حد بيقيمه حتى العيب برة ازاي بقى مستوى ثابت على مدار الموسم وعلى مدار المباراة وعلى مدار السنين مرة انا اعطيها من اللعيبة دي وقصة انه مش باين لا ممكن مش باين بقى للا حد مش واخد باله من الكورة يعني اولا لكن مرانا اعطيها لأ عنصر اساسي جدا هو بيغطي الالعابة كتيرة جدا يعني ربنا دي له الصحة هو عنده القدرة انه هو يقدر يغطي ويقدر يدافع ويقدر يزيل المباراة كان بفردي حملي كبير حملي كبير يعني كل قدام مرانا اعطيها ناس بتهاجم بالزبط هو اشيل لوحدك بقى للمباراة فممكن تستخدمه بعض المباراة زي المباراة دي كده ولكن ما تقدرش تستخدمه كده على طول لان برضو انت عندك مرات لسه كبيرة جدا لسه هيرجع لعب في الدوري تاني برضو مع الناد الالية عنده افريقيا وعنده الدوري وعنده عاك كتير قوي لكن هو سنه يقدر يعني يستحمل الجهد العضلي ده ولكن لازم يبقى بدي حساب شوية طبعا يعني لكن مرانا طبعا احسن لعب في المباراة من وجهة نظري مرانا طي طبعا حلوان كويس لنسألتك الشتوقات انك هتو نعم طبعا وخاصة المشباين لا باين طبعا جدا الناس كلها طبعا ايوا باين طبعا معلوم يعني طبعا في العيب كمان عايز سألتك عنه تحديدا رامي ربيعة والكمباك اللي عمله في مستوى بعد اصابات كثيرة وغياب اساسي تشكيل نادي اهلي اساسي تشكيل منطق مصر رامي ربيعة من اللعيبة المركزة جدا بيتمارن كويس قوي ومن وجهة نظري انا ممعرفش طبعا يعني ممعرفوش شخصيا قوي لكن واضح جدا انهم ما بيسمعش لحد دخل لانه جات فترة طويلة جدا كان عليها علامات استفهام كتير جدا كان بيقلت غلطات قوية جدا ومع ذلك بيقدر يرجع تاني بيقدر يزبط نفسه اكتر فواضح جدا انه هو نموذج للعيب الحقيقة المتفاني واللي هو ما بيبصش اللي بيتقال عليه ايه وبيبصش اللي يمكن بيتعلم من اخطاؤه وده واضح جدا في طريقته فاتمنى انه يبضل مكمل كده محافظ على تركيزه وعلى تمرينه بالمنظر ده ولكن تحسب له بصراحة انه هو عنده كان عنده سقطات كتيرة جدا ولكن مكمل وده الميزة زي ما نكلم فيها اللعب لازم بيعنده حتة الجلت شوية بيعنده الصبر شوية واتمرن كويس قوي يعني مباراة بوتسوانا نلعبها بنفس الطريقة او مش نفس تشكلة اشنا هيبقى فيه غيابات بس من نفس الفكر ده الفكر الهجومي حتى لو هي خارج الارض من وجهة نظري اه لان اول حاجة ان شفت ماتش موريتانيا و بوتسوانا حقيقة مباراة كانت اقل من الضعيفة يعني مكانش فيها كرة تماما الفرنج مباراة كانت توحشة جدا فنيا سيئة فنيا جدا الفريتين مكنش عندهم احاق بس يعني موريتانيا جابت الجن في كرة كده دربكة في ديئة 85 86 فمافتكرش انه هما يقدروا يعني فنيا انت تكسب المباراة احنا وشلنا منذ لحظات وشلة البوتسوانا بوتسوانا بقى هتصل بوتسوانا غالبا صواحي الثلاثية صواحي يوم المباراة يعني برضو الاخباطة غريبة جدا طبعا كلهاك مصلحاتنا ولكن يعني بصرف النظر قليلين جدا فنان مباراة اللي فاتت برضو قليلين جدا فنان جايين من تعب زيما منقول وكده فمش هتبقى عندهم اللي حالة واحدة بس هي اللي تقدر لازم تكسرها من البداية الحافز النفسي اللي هم خسرانين فما عندهمش حاجة يخسروا عليه لازم يكسبوا بقى حلم الأحوال صح ما عندهمش مكانات فنية ودي نقطة متعبة جدا اللي عندهم مكانات فنية هيبدأ يشتغل عليها هو ما عندهش مكانات فنية فالحاجة الوحدة يشتغل عليها ايه انه هو الحماس اندفاع بقى طول حماس الجمهور اندفاع العيبة العنف ودي نقطة مهمة جدا فما تدلوش فرصة خلص انه هو ما تدخلوش جوه جيم وجيت نظري لأ انت تلعب كرتك هدنك فنان اعلى منه بكتير قوي فما تدلوش الفرصة انه هو يحس بسخة ويبدأ اخش جوه المباراة مع حماس الجمهور مع بعض العنف مع ممكن تحصل حاجة ما تدلوش فرصة انه هي بقى موجود في نص ملعبات لا ملعب طبعا من قدام تماما وخلص المور بدري بدري صح